رغم الرفض الشعبي لها في هذا التوقيت ثبت الجيش والسلطة المؤقتة في الجزائر موعد الانتخابات الرئاسية في الثاني عشر من كانون الأول المقبل وذلك بعد استكمال ترتيبات سياسية وتنظيمية لإنجاز ما يعتبره الجزائريون أمرا واقعا ومفروضا عليهم السلطات في الجزائر تقول إن الظروف السياسية والاقتصادية والإقليمية تلزم البلاد بإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها بينما تتحفظ قوى المعارضة والحراك الشعبي على الطريقة والمسار الذين اعتمدتهما السلطة لإجراء هذه الانتخابات وتركت قوى المعارضة أمام خيارات محدودة أما الجيش فيقول الجزائريون إنه تمكن من إحداث شق في صفوف المعارضة التي انقسمت بين معترض ومتحفظ وداعم للمسار الانتخابي بأدواته الجديدة ما خلق حالة مشوشة إزاء المسار الانتخابي حيث ساد جدل واسع حول تشكيل هيئة الحوار الوطني لحقه سجال آخر بشأن مسار الحوار نفسه والأطراف غير التمثيلية التي تشارك فيه فضلا عن اعتراض أبرز القوى السياسية والنقابات والمنظمات المدنية على ذلك المسار وما زاد من حدة الشكوك بشأن طريقة التمهيد للانتخابات هي المخرجات التي انتهت إليها هيئة الحوار ثم الطريقة التي تم بموجبها إقرار البرلمان لقانون الانتخابات في ظرف خمسة أيام فقط لينتقل النقاش بعد ذلك إلى الطريقة التي تم بموجبها الإعلان عن تشكيلة السلطة الجديدة التي من المفترض أن تسهم في كبح محاولات التزوير والتلاعب بنتائج الانتخابات الأهم في هذه السلسلة هو الحراك الشعبي الرافض للانتخابات في الظروف الراهنة لا سيما مع تزايد أعداد المتظاهرين في كل جمعة ما حد الكثيرين في صفوف المعارضة ومراقبين إلى الإفصاح عن تخوفهم من إمكانية حدوث حالة صدام في الشارع بين السلطة والجيش من جهة والحراك الشعبي من جهة أخرى وتدعم تخوفات الجزائريين من مواجهة محتملة بين الشعب والجيش بسبب سياقات الأخير المرفوضة شعبيا استدعاؤه لقوات إضافية إلى العاصمة الجزائر والتضييق على الناشطين من خلال شن حملة توقيفات استهدفت عددا منهم مؤخرا واستمرار الجيش في فرض الرقابة على وسائل الإعلام